قال كولغت غاتا أورا رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إن دولة الإمارات سباقة في تبني أفضل حلول الاستدامة والتقنيات الحديثة في القطاعات كافة ولسيما في قطاع الطيران متوقع أن يشهد العام المقبل تحولا فيما يتعلق بالإجراءات البيئية والمناخية في القطاع ككل وأضاف أورا في تصريح لوكالة وام خلال المشاركة في كوب 28 أن بوينغ تفخر بالشراكة مع جامعة خليفة والاتحاد للطيران فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الحيوية المستدامة لإنتاج الوقود من الكتلة الحيوية مشيرا إلى أنه تم استخدام هذا الوقود لتشغيل رحلة الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى لندن في عام 2018 مما يدل على أن الإمارات دائما في مقدمة هذه الأعمال